طالب علم يسأل كيف يطلب العلم وكيف يدرس الكتب التي يدرسها وكيف يلازم العلماء بالاختصار صغار قلب في هذا الوقت للأسف شغلوا بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة كثيرا ما يأتيني الطلاب في مقر عندما أنزل هنا وفي الرياض وفي الخد كنت أتوقع منهم يسألون أسئلة علمية فإذا هم يسألون حول التهييد حول الجماعات والأفكار شغلوا ومن أراد طلب العلم ينسرق كليا من آثار التهييد ويبدأ بحفظ صغار الكتب يبدأ بالأسول الثلاثة ولا يسغي لقول المهيجين الذين يقولون إلى متى نقول علم رحمة الله إلى متى حتى تموت تقول هذا الكلام وإذا متى في القبر تسأل عما كنت تسخر منه من ربك وما دينك وما نبيك تسخر من هذا في حياتك وسوف تسأل عما سخرت منه في قبرك أول ما تسأل تسأل أن مضمون الأسول الثلاثة لا تسغي إلى هذا التهييد الضار احفظ هذا الكتنب الصغير فيه التوحيد فيه الأحكام فيه تحقي كلمة التوحيد ونواقض الإسلام والقواعد الأربع احفظ حفظ الفاتحة ثم تعرض على طلاب العلم ليشرحوا لك لتفهم أنا متأكد أن طالب علم فهم الأسول الثلاثة لو أرسل داعية إلى بلاد غير عربية يصبح هناك إن تيمية بالأسول الثلاثة وهذا شيء ملموت إذا كنت تهفظ هذا المتن وفهمت ووقفت هناك بين الأفارق والأسويين تشرح لهم الأسول الثلاثة أنت ابن تيمية هنا لكن بحمد الله أطفالهم هناك يهفذون الآن لكن بهاج إلى من يشرح لهم لا يضيعوك لا يضيع أنك الذين لا ينشحون احفظ هذه الكتب كتاب التوحيد البيكونية الأربعين النووية هذه الكتب أنتم شغلتم هنا وأطفال المسلمين في الهند وباكستان وفي أفريقيا يحفظون حفظا بأذني هاتين استمعت إلى شباب أفارق صغار يحفظون الأسول الثلاثة وكشف الشبهات كتاب التوحيد أربعين النووية وقفت في الفصل استمعت لهم وهم يحفظون حفظ الفاتن لأن التهيج ما وصل هناك على الفطرة نسأل الله أن يحفظهم مما أصيب به كثير من الشباب إفدوا هذه المتون ثم تعرضون على المشائف ولا طلاب العلم ثم تنتقلون إلى ما هو أطول فأطول تبدأوا بصغار العلم حتى تصلوا إلى كبار العلم في صحة التعبير وهكذا تتدرجون الذي يريد طلب العلم ولا يسمع أبدا لما يجري قوله من هذه التهيجات قد يقول قائل في نفسه هل معنى ذلك تريد أن نعيش منعذلين أن العالم لا نعلم فقه الواقع أما فقه الواقع فاسمع الإذاعة اطلع على الجرائد هيانا فقه الواقع يأتيك وأنت ماشي في الشارع وأنت في سيارتك وأنت في بيتك لا تتتلف تعلم بس عليك العلم ترجمة نانسي قنقر